مرحبا انا ريهان منصور معلمي العلم الروبوتيكا والحاسوب الحوسبة والبرمجة اليوم درسنا راح يكون كثير 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 مسله وغير اعتياده راح نتعلم شوي نلعب كثير 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 بتكم راح يكون في مفاجئات كمان بنص الدرس خليكم معي طيب شو راح يكون عنا اليوم شو راح نتعلم اليوم درسنا لليوم راح يكون هيكي عن لعبة الليبلاتورا اكيد كلها لكم بتعرفوها صح لعبة الليبلاتورا بنلعبها دايما في المدرسة في 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 وكمان الحلو في هاي اللعب وفي درسنا لليوم اني راح اعطيكم هيكي معدات وقوامر اللي تقدروا تستعملوه هنا وتحلو المراحل تعبرو المراحل بطريقه كثير سهله وبسرعة اوكي اذا خلينا نبلش درسنا اليوم درسنا راح نتعلم عن التزامن شو يعني التزامن وكيف راح يساعدنا في الليبلاتورا تزامن يعني حدوث عدة اشياء في وقت واحد ويكونين في جايات بالنفس السبب يعني سبب واحد سبب واحد بعطينا عدة نتائج وهاي النتائج بتحدث في نفس الوقت بالتزامن ماشي كمان اليوم راح نتعرف على كلمه الرابط وايضا ونشوف كيف وايضا رايح تساعدنا كمان في حل المراحل ونوصل لهدفنا جوه لعب كليبلاتورا شو يعني تزامن مثلا تخيلوني المايسترو وباشاره واحده مني كل الالات الموسيقية بدها تبلش تمشي وتعزف في نفس الوقت بالزبط قالت العزف والناي والكمان ويل 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 نسيت صاح في كمان كمان عنا ما لانا الات موسيقية اذا انا المايسترو وبس اعطي اشاره واحده كل الالات الموسيقية رايحات يشتغلين بنفس الوقت ولنفس الهدف لهدف الجوكه الموسيقية وهيك في سبب واحد الي هي الاشاره منه كل الالات الموسيقية اعطينا كل اله موسيقية نتيجه مختلفه بس اشتغلين في نفس الوقت مزبوط خلوكم معاي و رايحة كثير كثير يكون عنا اليوم مفاجآت و فعاليه يلا اذا شو القصد من اشياء و مواقف بتحدث مع بعض وبنفس الوقت تعالوا نواخذ اتجوكه كمثال تعرف اوفي بتجوكه كثير آلات موسيقية و كل آلة موسيقية تشتغل لحالها واحد حدا بشغلها تعالوا نشوف و نسمع كيف كل آلة موسيقية لما تشتغل لحالها وتعزف لحالها نسمع صوتها و بتطلع صوتها و بتكون النتيجة اسا بنا نسمع صوت كل آلة لحال طيب اسمعنا كل آلة موسيقية كيف لما نتعزف لحالها بس انتو بتعرفوا فيلت جوكه مايسترو المايسترو بيعطي اشارة معينة و نتيجة هاي الاشارة كل الآلات الموسيقية كل العزفين ببلشوا يعزفوا مع بعض وبنفس الوقت بالضبط هاي اسمه تزامن إذن التزامن هو إنه أشياء عدة أشياء بتحدث مع بعض بنفس الوقت نتيجة سبب واحد والسبب عينه هون عن إشارة المايسترو تعالوا نسمع الجوكه لما المايسترو يعطيها الإشارة وتبلش تشتغل مع بعضها بالتزامن واو انتبهتوا أي نتيجة صارت عنا لما كل العزفين عزفوا مع بعض و في نفس الوقت من هان بنقدر نفهم إنه عن جد التزامن بأثر عن نتيجة طي مليتوا بتكم تغيروا جاو تعالوا مع بعض نلعب لعبة كثير كثير ممتعة بس عشرت بدي توعدوني إنه كل ياتكم رايحين إسا تقوموا وتشتركوا معاي أولا تعالوا نتعرف عقوانين اللعبة اللعبة بتقول هيك لما أنا رهام أصفق انتوا لازم ترفعوا إيدكم اليمين وكمان لما أنا أصفق القانون الثاني لازم تغمزوا بعينكم اليسار والقانون الثالث إنه لما أصفق لازم تقفزوا على رجل وحدة جاهزيا تعالوا نجرب بالأول يلا أشوف واحد ثنين ثلاثة آه استنوا شوي نسيتا كلكم وانتا بتوقفوا وانتا بتوقفوا لما أنا أقول وقف لما أحكي كلمة وقف إنه خلص خلصت اللعبة يعني لازم نرجع قدام الشاشة ونسمع على الدرس أما حاليا أنا لما أصفق كل واحد فيكم بيضوا يوقف ترفعوا إيدكم اليمين تغمزوا بعينكم اليسار وتقفزوا على رجل وحدة جاهزين للفعالية أنا كثير متحمسة أشوفكم يلا جاهزيا واحد ثنين ثلاث خليكم واقفين شايفتكم شايفتكم تتحركوش تتحركوش عينك اليسار مش عينك اليمين إيدك اليمين مش إيدك اليسار نط 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 واقف ممتاز ممتاز مع أني شايف إنه في ولادك سلانين ظلهم كاعدين تجربوا كمان مرة يلا كمان مرة واحد ثنين ثلاث وقف رائعين طيب كان ممتع مزبوط مزبوط طيب تعالوا نشوف شو تعلمنا من الفعالية ليش إحنا عملية نعملنا هاي الفعالية صح إنه عشان نمالينه عشان نغير جاء أو بس الإش الأساسة من الفعالية هو نتعرف على مصطلح تزامن شو يعني تزامن شو اللي حرق لنا اللعبة كيف إحنا شغلنا اللعبة صحيح مزبوط لما نصفقت بإيدي كنت بعرفكم مشاطرين إذن السبب كان إني أنا صفقت إني أنا ريهام صفقت بإيدي ولما أنا صفقت بإيدي إيش كانوا النتائج حلاو رفعنا إيدنا اليميا غمزنا بعيننا اليسار وقفزنا على إجر وحدة إذن هذولا النتائج حدثوا بنفس الوقت مع بعض وهيك اسمه تزامن مزبوط كداشكم شاطرين طيب إذن دسألكم سؤال هيكي هل كل وضع كل مرة بيكون فيه عندنا عدة قوانين يعني أكثر من قانون واحد بيكون اسمه تزامن حسب رأيكم آه الجواب هو لا ليش لا لأنه تعدد القوانين مش بالضرورة يكون اسمه تزامن التزامن بيكون بس لما نعدد القوانين تتأثر بسبب واحد تكون نتيجة سبب واحد فعليتنا كان السبب الواحد هو إني أنا ريهام صفقت بإيدي وإنتوا عملتوا النتائج اللي صارت معكم إنه رفعتوا إيدكم اليمين غمزتوا بعينكم اليسار وكفزتوا على رجل واحد هاي اسمه تزامن عملنا عدة أشياء مرة واحدة نتيجة سبب واحد جاهزيا تعالوا نشوف كيف التزامن بيكون في البلاتورة وكيف بيأثر على مدرى اللعبة يلا نبلش جاهزين؟ مش سامعة جاهزين؟ ممتاز خطوات المستخدم نختار المرحلة اللي بنيها ونفوت على اللعبة إحنا بحاجة عشان نتخطى المرحلة خمس مربعات باللون الأخضر عنا على الشاشة سفر أشكال بننتقل لشاشة القوانين بنسحب البطاقة المناسبة علشان نكمل القانون وبنرجع بنفحص حلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كل الاحترام على الشاشة في عنا ثلاثين مخمص أزرق ومثلث برتقالي واحد هدفنا لهاي المرحلة عشان نتخطاها بنجاح بدنا سفر مخمصات زرق على الشاشة تعالوا مع بعض ننتقل لمرحلة القوانين ونشوف كيف نقدر نحقق هدفنا ماشي مرحلة القوانين هي هيكي زي ما إحنا شايفين كلنا في عنا أربعة قوانين مهمات لها المرحلة عشان نتخطاها القانون الخامس هو مش قانون علشان نقدر نحقق هدفنا هو قانون توقف شعني قانون توقف يعني عشان نقدر نوقف اللعبة ونجتاز المرحلة احنا بحاجة لهاي القانون شوية ونحكي عنه بالأول تعالوا نشوف شو هدفنا وشو موجود عنا القانون الأول بعطي نتيجة إذا شكل معين إذا ضغطنا على الشاشة بعطينا نتيجة إنه شكل معين يتكون القانون الثاني والقانون الثالث هن بعطينا نتيجات مختلفة لنفس السبب انتبهوا إنهن رايحات يشتغلين مع بعض مخمص أزرق يلطقي بمثلث برتقالي مرة بده يختفي عنا مثلث برتقالي ومرة بده يختفي عنا إيش مخمص أخ أزرق ممتاز ليش لأنه إحنا هدفنا إنه صفر مخمصات زرق على الشاشة عشان هيك خلونا نسحب المخمص الأخضار ونحطه في المكان المناسب حلو تعالوا نشوف شوفي عنا كمان قوانين اللي بنقدر نكملهن لتكملة هدفنا أو لتحقيق هدفنا اللي هو صفر مخمصات على الشاشة تعالوا نطلع على المخم على القانون الرابع القانون الرابع بيحكي لنا هيك إذا مخمص أزرق التقع بشكل معين عنا مخمص أزرق رايح يختفي طبعاً أنتم مفكين معايا أنه عشان نقلل من كمية المخمصات الزرق على الشاشة إحنا بحاجة إنه حلاو نخفيهن إذن هاي القانون رح يكون كمان مهم لتحقيق الهدف إحنا بدنا هدفنا إخفاء المخمصات الزرق فعشان هيك بنحكيله بما إنه كثير في عنا مخمصات الزرق في الشاشة برمحان بمشان فبنحكيله إنه لما هاي المخمصات في طريق هنه هنه يمشان جوا الشاشة بلتكون مع بعض بلش وخفيلي فيهن عشان ينقصن فأنا بروح على صندوق البطاقات وبسحب البطاقة الزرق لمحلها الصحيح إذن إحنا هيك شو عملنا عملنا هيك في عنا صار عنا هيك أمرين اللي بيشتغلن قانونين اللي بيشتغلن بنفس الوقت وبعطان نتاجتان مختلفتان وكمان القانون الرابع اللي بحكي لنا لما المخمصان نزوروا بلتكون مع بعض إخفيلي يا أهل حسب رأيكم إحنا هيك وصلنا لهدفنا صح إنا قربنا نوصل لهدفنا انتبهوا انتبهوا إنه كمان هنا إحنا ضفنا إيش مثلف برتقالي لما نضغط على الشاشة ليش إحنا ضفنا حلو عشان أول إيش هو دي يكون أول أمير أمر بداية لأنه إحنا بدنا هيك بدنا شكل يساعدنا في إنا نبلش نخفي في المخمصات وميظلش عنا ولا مخمص تعالوا مع بعض نشوف تسلسل القوانين كيف إحنا رتبناهن وكيف رايحات يشتغلن التسلسل هو هيك لما نضغط على الشاشة مثلث برتقالي بانتج لما نضغط لما متأسف مثلث برتقالي بلتقي مع مخمص أزرق بانتج عنا إنه بيختفي مخمص أزرق وبيختفي مثلث برتقالي ولما المخمصين يلتكان مع بعض بيختفي مخمص أزرق تعالوا نشوف قانون التوقف قانون التوقف هو هيك لما نصير عدد المخمصات الزروكسفير لا تتوقف اللعبة تعالوا نشوف لعبتنا شو دي سير فيها ايوا 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 زقطتوا اوه كربنا 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 يلا 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 اوه ممتاز ممتازيا كل الاحترام كنت عارفينكم راحين تساعدوني هيك احنا تخلصنا من كل المخمصات الزروك اذا شو كان في عنا كان في عنا قانونين اللي بيجاوبوا على نفس السبب قانونين في لقلهم سبب واحد مخمص ازرق يقابل مثلث برتقالي بنتج عنا لهاي القانون لهاي النتيجة لهاي السبب من تأسفة في عنا نتيجتين واحد الاولى مخمص ازرق بيختفة والثانية انه مثلث برتقالي كمان بيختفة فاذا هذال القانونين هذال النتيجتين رايحات يحصلين مع بعضهم وبنفس الوقت مجرد انه المخمص الأزرق بيقابل المثلث البرتقالي وان من لاكي تزامني بحياتنا تعالوا نشوف مع بعض مثاليا اللي رايحاتي ورجينات تزامني بحياتنا اليومية المثال الاول هو انه لما نلعب لعبة بالحاسوب بيكون هدفها جمع الألماس السبب انه الألماس هي بتلطقي مع شخصية اللعبة بالكمبيوتر شو بتكون النتيجة؟ كمية الألماس بدها تزيد والشخصية بدها تزيد تعالوا نشوف كمان مثال بتعرفوه مليح مليح من حياتنا ومية لما يرن جرس المدرسة بآخر اليوم الدراسة كل الأولاد بيطلعوا من صفوفهم والحارس بيفتح بوابت المدرسة تعالوا نشوف مع بعض مرحلة جديدة من اللعبة تعالوا نفكر مع بعضنا جواب لللعبة نفكر ونحل كيف هيك صار خذوا أكامل ثانية للتفكير طيب بالمرحلة الأولية لها المرحلة في عنا على الشاشة نجمة وحدة بنفسجية والهدف انه يصير عنا نبدلها هاي النجمة البنفسجية في مخمص واحد فقط بهذه المرحلة رايحين نستعمل شكلين إضافيا اللي هني المثلث البرتقالي والمربع الأخضر لشو راح نستعملهن وشو الهدف منهن وشو راح تكون وظيفتهن المثلث البرتقالي راح يخفي النجمة البنفسجية والمربع الأخضر رايح يكون مربع راح يكون مخمص أزرق آسفة كمان بالتزامن ونتيجة لنفس السبب المربع الأخضر راح يختفي طيب كيف حلنا وكيف صار هاي التسلسل القانون الأول هو مسؤول عن تكوين مثلث برتقالي القانون الثالث والرابع مسؤولات عن إخفاء النجمة وإخفاء المثلث البرتقالي متأسفة تكوين القانون الثالث والرابع هن مسؤولات عن إخفاء النجمة وتكوين مربع أخضر طبعا هذال القانونين رايحات يشتغلين بنفس الوقت ليش؟ لأنه إلهم سبب واحد السبب هو التقاء المثلث البرتقالي مع النجمة البنفسجية وبنفس الوقت رايح يتكون عنا مربع أخضر وتختفي نجمة بنفسجية القانون الخامس والسادس مسؤولين عن إخفاء المربع الأخضر وتكوين مخمص أزرق وكمان رايحين يكونوا بنفس الوقت ليش؟ لأنه كمان إلهم بنفس السبب والسبب هو لما المربع الأخضر يلتقي مع حفة الشاشة فمرة في نفس الوقت وبنفس المرة وبنفس الدقيقة والثانية راح يتكون عنا مخمص أزرق ورح يختفي عنا مربع أخضر إذا موافقين معي إنه هدف لعبتنا هو واحد مخمص أزرق إذن لازم نخفي المثلث وعن هاي النتيجة مسؤول القانون الثاني القانون الثاني بيحكي لنا إنه لما المثلث البرتقالي يلمس حفة الشاشة حفة شاشة اللعب تبعنا المثلث البرتقالي راح يختفي انتبهوا إنه ما فيش أهمية لترتيب القوانين القوانين بتشتغل حسب شو بدنا يشتغل ومش حسب الترتيب تعالوا نفحص حلنا بنكمل مع البلطرة بس المرة راح نتعمق فيها كمان شوي من قبل اتعرفنا على التزامن اللي هو وقوع حدثان مع بعض وبنفس الوقت وشفنا علشان إنه نركب قوانين اتزام النازمين يكتب كل قانون بحاله يعني قانوناً أو أكثر فيه النفس السبب بس النتيجة مختلفة طيب تعرفوا قوانين تعرفوا تزاون من الطريقة الثانية فكروا معي كيف ممكن إنه نربط بين النتائج القانون واحد يعني بجملة واحدة فكروا معي فكروا 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 فكرتوا فيه حلو ممتاز إذن عرفتوا بكلمات الطرق الرابط بكلمة الرابط وايضاً إذن بواسطة وايضاً ممكن إنه نربط عدة نتائج مع بعض وبنفس القانون تذكروا إنه بجملة الرابط لما يكون في عنا وايضاً كل الجملة بدأتحقق كل النتائج بتحقق مش نتيجة أو نتيجة لا تعالوا نشوف مع بعض كيف ممكن إنه نستعمل كلمة وايضاً بالبلطرة وكيف هالربط ممكن يساعدنا بالحل والوصول للهدف على الشاشة في عنا ثمن مربعات باللون الأزرق أو ثمن دوائر باللون البرتقالي هاي إشي موجود عنا عطونا إيها في المرحلة مهمتنا عشان نتخطى المرحلة لازم يكون عنا بس مربعين باللون الأزرق وخقوا أربع دوائر باللون البرتقالي يعني عشان نتخطى هاي المرحلة ونفوز ونجمع نقاط لازم بس يكون عنا على الشاشة أربع دوائر باللون البرتقالي من ثمانة ومربعين باللون الأزرق كمان من ثمانة كيف منحقق وشو بنعمل لازم نعين ونحدد ونكمل القوانين قبل ما نروح على قبل ما ننتقل على شاشة القوانين بدي أحكي لكم شغلة شايفين هاي الخط الأسود هاي الخط الأسود هو الزمن شو يعني الزمن يعني مجرد أن ننتقلنا لشاشة القوانين وكملنا القوانين هناك ورجعنا على الشاشة الرئيسية شاشة اللعب مشان نلعب ونفحص حالنا ببلش يمشي حولان الشاشة خط أسود اللي هو عبارة عن الزمن إذا خلصنا اللعبة وحققنا هدفنا قبل مع الخط الأسود المستقيم الأسود إليف حوالين الشاشة بنكون نجحنا أما إذا خلص أو انتهى الوقت يعني الأسود الخط الأسود مشى حوالين الشاشة وإحنا مش محققين هدفنا بنكون نخسرنا تعالوا معاي نشوف وننتقل لشاشة القوانين بمجرد الضغط على الضائرة الحمراء هون إحنا بننتقل لشاشة القوانين عنا قانونين القانون الأول والقانون الثاني الثالث هو مش قانون عادي هو قانون توقف غير هيكي في عنا إذا شايفين هون صندوق الأوامر صندوق البطاقات شي يعني صندوق البطاقات يعني هاي البطاقات بدنا نستعمل هين عشان نكمل الأوامر الموجودات عنا وانما انتوا شايفين في عنا علامة سؤال بطاقة فاضية احنا بدنا نكملها من صندوق القوانين البطاقات تعالوا نشوف القانون الأول شو بحكي لنا القانون الأول بحكي هيك عندما بطاقة ناقصة الضغط على يعني لما نضغط على إشاة إذن السبب رح يكون نتيجة تضغط على إشاة النوية مربع أزراق يختفي متأسفل هاي أنا ضيفها إذن لما نضغط على بطاقة معينة المربع الأزراق رايح إيش يصير فيه وكمان لما نحنا نضغط على ضائرة برتقالية نتيجة الضغط على الضائرة البرتقالية راح يكون عنا كمان سبب نتيجة ثانية السبب هو الضغط على الضائرة البرتقالية والنتيجة هاي السبب نتيجة الضغط راح يتكون عنا نتيجة مختلفة تعالوا نفكر مع بعضنا شو بنقدر نعمل بتذكروا إنه في عندي على الشاشة ثمان مربعات باللون الأزرق وثمان دوائر باللون البرتقالي وإحنا عمليا بدنا نقص من عددهم اللي يصيروا ثمان وأربعة فإحنا لازم نخفي نخفي وننقص من الأشكال العشاشة إحنا بحاجة لأمر إخفاء بدنا نقوله إخفي للمربع الأزرق إمتى إذا إيش نقرنا على مربع أزرق بس إذا نقرنا على الضائرة البرتقالية شو بدنا تعمل إذن إخفي إيش الضائرة البرتقالية عمليا إحنا هيكي كملنا قانونين مختلفين في لكل قانون سبب ونتيجة القانون الأول السبب هو راح يكون الضغط على مربع أزرق والنتيجة إذن مربع أزرق رايح يختفي والسأول للقانون الثاني بيحكي لنا هيك إنه إذا عندما نضغط على دائرة برتقالية السبب إذن رايح دائرة برتقالية تختفي لأنه إحنا بدنا نقلل من عدد الدوائر البرتقالية والمربعات الزرق اتذكروا إنه إذا نسينا هيك نسينا شو كل بطاقة بتعمل مجرد إنه نوقف عليها هيك بتعطينا اسمها أوكي ظلعنا القانون الثالث القانون الثالث حكينا إنه قانون مختلف شوي القانون الثالث عمليا هو قانون التوقف تعالوا نشرحه عندما عدد المربعات الزرقاء يساوي اثنين وأيضا شو يعني وأيضا إحنا ربطنا بين نتيجتين بين هدفين في عنا هنا قانونيا ربطناه في بعض صارت عنا جملة قانون واحد مكون من نتيجتين وأيضا عدد الدوائر البرتقالية يساوي أربعة بس إذا تحقق الشرطين هذول النتيجتين هذول اللي هن نتيجة الضغط على مربع أزرق والضغط على دائرة برتقالية بس لما يتحقق إذن اللعبة تتوقف إذن إمتى بتتوقف لعبتنا ممتازين لما بس يكون عنا مربعين باللون الأزرق وأيضا دائرة أربع دوائر باللون البرتقالية نفحص حالنا يلا اتذكروا وانتبهوا على الخط الأسود الوقت التوقيت يلا لازم أصيد مربعات ودوائر أب زقت 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 واي يلا بسرعة 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 معا معيش وقت يلا يلا أب أب زقت زقت يلّا 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 عيدوا معي كداش ضايل واي واي شو ضايل دا يووو بتعفوش هصار معي بتعفوش هصار معي أنا ضغطيت أكثر من اللازم على إيش على الدوائر البرتقالية يوو إحنا هدفنا إيش مربعين باللون الأزرق وأربع دوائر باللون البرتقالي يوو تعالوا نعمل هيك إيش نرجع لقانون التوقف ونحكي له عمللي المرحلة كمان مرة شوفها تعالوا نتخلص مان يلا 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 ساعدوني 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 إيك بسوا معي ساعدوني أربع دوائر باللون البرتقالي إيك بتنتخلص انتبهوا شو صارا عندي خلصت المرحلة أنا حققت بتضغط على الدوائر البرتقالي والمربع الأزرق المربعات الزرق أنا حققت الهدف إنه بس إذا عندي على الشاشة أربع دوائر باللون البرتقالي ومربعين باللون الأزرق انتبهوا للخط الأسود انتبهوا ما خلصش يعني إيش أنا جمعت ثلاث نجان ماشى وانتقلت للمرحلة جاي إذن شو خلصنا خلص درسنا لليوم طيب مش مهم تعالوا مع بعضنا نتعرف شو كان عنا اليوم شو تعلمنا وشو عملنا اليوم لعبنا كثير كثير وتعلمنا خلال لعبتنا مزبوط يعني إحنا هيك دمجنا بين اللعب وبين التعليم خلال لعبنا تعرفنا على مصطلح التزامن عرفنا والتزامن وكمان كلمة الرابط وأيضا وعرفنا كيف نستعمل هنجو ألعاب لبلاتورا وكيف انهن بسعيدنا في حل المراحل واستكمال القوانين والوصول لهدفنا علشان نكسب كثير كثير نقاط ونجوم شو كمان كان في عنا اليوم عملنا فعليه كثير مسلية تسليته معي صح؟ صح وغير هيكي احنا حلينا مراحل مع بعضنا طيب في عندي كمان مفاجئة لقلكم مفاجئة آآآ مفاجئة ليش مستغربين؟ تعالوا معي نشوف المفاجئة استقبلوا مفاجئات وتحدي دومينو آآ دومينو انا كثير بحبه وانتو طيب شوفوا معاي شوه التحدي وكيف لازم نرتب قطع الدومينو قطع الدومينو بنرتبين بالضبط بالضبط مثل ما هو واضح انكم بالفيديو تحت كبسي وحدي هيك بحركة وحدي لازم تسكتو كل قطع الدومينو مش تغشو نفس الشكل بالضبط طبعا هاي اللعبة بتقدروا انتو واهلكم تتسلوا فيها اليوم اوكي بتقدروا كمان صوروا حالكم صوروا التحدي شاركوا اصحابكم وبتجوز كمان معلمينكم ما تنسوش كنت معكم انا ريهان منصور في درس التزامن وكلمات الرابط وايضا في البلاتورا بالعب البلاتورا تنسوش انكم تقدروا كمان تلعبوا في البلاتورا ومش بس وقت الدرس تقدروا تفوتوا عليها امتى ما بتكم وتجمعوا نطقات كثير بدي اشوفكم في التحديات الاخيرة في المصابقات الاخيرة باي باي